فالعلم الممدوح المعظم شرعا وعرفا هو العلم الموروث في الدين فإنه العلم الذي نشأ من علم النبوة وما يرى سواه من العلوم فإنه علم وإن نفع أقل نفعا وأدنى درجة من علم النبوة ومن الخطأ الشائع عند الناس أنهم يحادون علماء الشريعة بعلماء المعارف العصرية كالطب أو الهندسة أو الفلك أو الفيزياء ثم يقول المتحير منهم ماذا قدم علماء الشريعة مقابل ما قدم هؤلاء للإنسانية من خدمات والجواب أن علماء الشريعة قدموا حفظ دين النبوة وعلمها الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن الأنبياء لم يبعثوا أطباء ولا كيميائيين ولا فيزيائيين ولا فلكيين ولو كان تم علم أعظم من علم الشريعة لكان هذا هو علم الأنبياء ولكن علم الأنبياء هو ما أوحاه الله سبحانه وتعالى إليهم ولذلك فإن من أعظم فضل علم الشريعة أنه العلم الذي يبقى به وحي السماء في الأرض وبه تزقو نفوس الناس وينولون سعادتهم في الدنيا والآخرة ولا يوجد علم من العلوم يحاذي هذا العلم ينتفع به الناس منفعة أعظم من هذه المنفعة